هذه الأوقات كلها أوقات قصيرة يعني ليس على الناس حرج إذا تأخروا فأخروا الجنازة مثلا إذا كانت الشمس على حد الغرب تضيفت كأنها في نظر العين أنها وقعت على حد الأرض هذه اللحظة ينبغي أن يتأنى لماذا؟ أنه لم يذكر هذا منصا لكن أنه أخبر أن سياطين الجن ينبثون بعد غروب الشمس عند عوائلة إقبال الليل ولذلك عمر بالعناية بالأطفال في ذلك الوقت وعند طلوع الشم ومع ذلك فإن الشمس تغرب وتكون في بين قرنين الشيطان وفي الشروق وهو الأفصال المطرح فيه تطلع بين قرنين الشيطان يعني الشيطان ليس تحت الشمس حيث تكون بين قرنيها لكن الشيطان يحرص على أن يكون بين المصلين تلك اللحظة عندما يصلون حتى يتوهموا أو يهم نفسه أو يهم أولياءه أن هؤلاء إنما يصلون له إنما يبين قال أنها تطلع بين القرنين شيطان قائمة ظهيرة أيضا هو وقت وجيز يعني ما يعد بدقائق محدودة لو أراد الواحد أن يحتبر ذلك وجلس عند الشاخص قبيل الظهر ثم راقب الظل وينكمش فعندما يقف الظل وعلى الإنكماش هذا وقت قائمة ظهيرة يعني كأن الشمس قائمة على وفق الشاخص فإذا بدأ الظل بالزيادة فقد دخل وقت الزوال فهذا الوقت المحدود عند طلوع الشمس وعروبها وعند قيام قائمة ظهيرة لا يتغصد الإنسان من صلي ولا أن يدفن ميته ثم هذا ليس فيه مشقة على الناس إنما وقت محدود الصلاة إذا كان الجنس لا يصل على ينتظر حتى تطلع الشمس أو ينتظر حتى تغرب أو ينتظر حتى يحصل الزوال ترجمة نانسي قنقر